وعشان كده كنا لازم نتكلم عن الأفكار السوداء وإزاي هي بتتطور وبتوصل لحد الميول الامتحارية وعشان كده كنا لازم نتكلم مع حد أنا بثق فيه وبعتبره من الأمناء اللي ممكن نقدر نتكلم عنهم عن باطن الناس ونفسيتهم معايا الدكتورة حنان الرصاص أستاذ الطب النفسي وهي في الحقيقة من أكتر الناس اللي ممكن نتكلم معاهم عن هذا الموضوع دكتورة حنان إزاي حضرتك أهلا بك يا شكرا أهلا بحضرتك الطعام أهلا بحضرتك أنا دايما بتكلم مع حضرتك عن الحاجات الإيجابية والحاجات السعيدة بس النهاردة جوية نتكلم عن الأفكار السوداء أنا ده مصطلح حضرتك موافقاني إن احنا نتكلم عن الأفكار السوداء دي هي اللي بتوصل للميول الامتحارية جوزة اللي بي منها بيبقى ده البداية بتاعته إن هي الأفكار السودوية أو بنسميها عندنا الأفكار السلبية بزرط جوزة اللي بي منها كده يعني طيب خلينا أسأل حضرتك سؤال إزاي الأفكار السودوية دي ممكن توصل إلى الميول الانتحارية طيب أنا بس أحب أبدأ بأن الموضوع مهم جدا نحواتك بتسيبه وموضوع الميول الانتحارية وموضوع الانتحار والحلو في الموضوع إنه هو حاجة عرض أو ظاهرة ينفع منعها يعني هي من حاجة البرفنتبول يعني ينفع مما يعني نمنع هذا شكرا يا دكتورة وإحنا على عهدنا دايما مع بعض إن إحنا دايما لما نجي نبص لأي ظاهرة اجتماعية أو أي حالة نفسية إحنا دايما بنبص لأدام ما بنعتبرها إش حاجة مغلقة وما لغاش حل فحضرتك بتقولي إن دي ظاهرة يمكن حلها بزرط هي ينفع منعها ينفع إن هو باللسانية كل حتى هي بريفنتبول يعينفع إن أنا أتضارك الموضوع من قبل ما يحصل نعم الحاجة الثانية هو بس من أكتر الحاجات اللي بتسبب ميول الانتحارية أو الانتحار هو جزء بي منها جدا الأمراض النفسية الأمراض النفسية طبعا على الأسواة الابتئب هو من أكتر الأمراض اللي هو يعني العامل في موضوع الابتئب وبيكون مشهور عندي طبعا جدا موضوع الأفكار السودوية والأفكار السلبية عن ثلاث حاجات عن الشخص نفسه بيحس إن هو عندي أفكار سلبية تجاه نفسي إن أنا مليش قيمة إن أنا تقيل على الآخرين مش عارف عمل حاجة طول عمري في حياتي والحاجة الثانية إن العالم اللي حوالي وحش أو مش هيقدر يساعدني والحاجة الثالثة إن المستقبل كمان هيكون مظلم فهو حتى كمان مش شايف أي فلش التلات حاجات دول بيتحولوا بقى بنسميها كده حاجة اسمها ان الواحد يخش في وضع الانتحاب حالة الانتحاب تبدأ الأول بقى فكار والشخصية الحدية الشخصية الحدية ليها نصيب من دول لا طبعا 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 الطبعات الشخصية بس ما ديش أصحبه بإطبق أمراض عندنا على رأسهم مرض الابتئاب وعندنا برضو مرض تروب الإدمان مرض الإدمان والتروبات الشخصية الحدية بيبقى نصح بيها أحيانا في بعضها بعض محاولات الانتخار بعض أمراض الألأ أحيانا مش ديتها ممكن برضو في بعض الأحيان بيكون صعب مع الانتخار كذا حاجة عندنا صراحة لأمراض النفسية يعني حتى في حصائي بتقول إن الأمراض النفسية هتلاقي فيلم أحيانا في بعض الناس بيانتحروا من 27 أبط 90% طيب دكتورة أنا عايز معليش أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أنتفع بحضرتك بأخصى قدر ممكن حضرتك ممكن تقول لنا إيه الحاجات اللي ممكن من خلالها نعرف إن الشخص ده عنده ميور الانتحارية وأول حاجة زي بحضرتك هو دخل حاجة اسمها إن هو وضع الانتخار يلجأ بأخطار مشاعر هتلاقيها كتير مشاعر خزن مساكرة عليه أحيانا مشاعر خيزي أو إن هو خاملية أنا أتحس إن أنا أساً ماستغلش أكون موجود ومشاعر إن أنا مستعاري حقاً من نفسي تبدأ بسلوكيات بقى تتطور اللي هزب المشاعر تطور بسلوك إن هو شخص يبدأ ينعزل ينعزل عن الأخرين هتلاقي كتير مساً ممكن مايردش على الناس يعني نعرف بقى الشخص إزاي إن هو ممكن مايردش يرد على ناس كتير جداً ينعزل بينصحب للمجتمع ممكن بعضهم بيبدأ نلافذ علي إن هو مزيد جوسية كتير كلامه كتير بيكلم إن مافيش مستقبل إن مش عارفة أعمل حاجة بيشدة عالية مش زي مساًا بعض الناس عايزة تتكلم إن مافيش خايدة كده وبتنشف حياتها الحاجة التين هو بيكلم كتير عن محاولة ما ممكن ينتحر أو إن أنا رتوصت من الدنيا أو بيكلم في حاجة زي كده والحاجة طبعاً العامل الأساسي بالنسبة لنا بيينبغينا إن هو كان شخص ينتحر تين هو حاول قبل كده محاولة انتحار أيوة هل بس أقول حاجة إن أحياناً الانتحار غير الأفكار اللي أنا بقول عليها دي أحياناً بيكون فيه لقطات بعض الاندفاعية في ناس اللي بينتحروا بتكون مثل تندفاعي بيبقى الانتحر طيقة في دماغه كان عايز أخص من الدنيا مش باش نحطط لها مش هعرف الناس إليها تفاصيل كده عندنا هل عندنا نسب لدول يعني دول اللي هم عندهم الأفكار الاندفاعية دي يعني اللي هو مرة واحدة طلقت في دماغه فكرة فخلاص فقال أجربها وده فيه دلوقتي كمان فيه هوجة كده فكرة تجريب تجريب فكرة الانتحار دي والحاجات الغريبة اللي بتحصل دي هل نسبته أقل ولا أكثر يا دكتور لا هي نسبة هو نسبة الناس اللي بتنتحر يعني مثلا سي مثلا فلسانة ممكن يكونوا يوصلوا الواقع معين نسبة الناس اللي بيحاولوا الانتحار محاولات الانتحار أعلى بكثير ونسبة الناس بتنتحر طبعا طبعا يعني الأتامس اللي هي محاولات بقى سواء دفاعية أو محاولاتها فعلا جدة الانتحار بتبقى أعلى بمراحل من محاولة من ما تعلن انتحر وفقد فاهم ما تعلن من الشخص ده وقت دكتورة أنا عايز أسأل حضرتك سؤال نختم به لو حد قابل شخص عنده ميول انتحارية يعمل معاه ايه؟ تمام وأول حاجة محتاجين ما نعملش معاه ايه؟ هلو قوي ده؟ هلو قوي ده؟ بالضبط محتاجين ما نعملش معاه ايه؟ أول حاجة ازاي تفكر في كده؟ انت ازاي جاءت على اضنرك الفكرة دي؟ دي كان اسملك ان انا بنحكم عليه يعني بنحكم عليه ان هو ما ينفعش الفكر ده انت عندك حاجة كويسة جدا في حياتك يعني ناس لي حتى الجنة بيشتيكوا لو هو انت عندك كل حاجة حياتك تفكر في الانتحار ده؟ عندي سؤالة يا دكتورة هو ملموش ولا نتقبله؟ يعني يعني انا واحد من الاتنين ما ليه؟ ما هو أول حاجة بس ما نلومش احنا سنقول الجزء طيب بقى نعمل معنا ايه؟ بس اقام الحاجة ان انا معطش اللوم واخبط في الشخص وقوله انت عندك وعندك وعندك بتفكر في دليل صحيح الجزء الثاني بقى ان احنا محتاجين اول حاجة نسمع منه زي ما كنا قلنا حتى قبل كده ان انا محتاج اسمعي بقى عني طول البيل اسمع منه هو ايه مشاعره هو شايف الموضوع ازاي صحيح بس انا قدر افهم ان هو عنده هزي المشاعر المؤلمة وهذا الاخوار السودويزة الحكمة بتقولها ولو انا عندي مساحة وده يفضل طبعا ان انا اقول له ان انا يعني اصلا انت تحب نتكلم معني في المضار ده لو حد مسلا من اهله ان هو يبدأ يلجأ في اقرب وقت الطبيب يعني البارح قبل النهار ده ولو انا مسلا حد من صحابي هو يبقى مسلا عنده حار مسلا من اهله اقول له انت تحب انا احضر لك معادي يعني احاول اسهله الدنيا بحيث يخلو مساعدة انها دي اهم حاجة ان هو لازم يوفي طبيب مش عايز اقول حياتك كده خداما يعني كمية الناس اللي بيقولنا فرد بس حانات عائلة يعني وان هم فعلا بيكونوا خلاص هيا انتحروا يعني واهلهم الحكوم وصحابهم الحكوم او هم فعلا بقى عندهم وعي يجب يطلب العلاج واتمنى فعلا انتحار وحياتهم انقذة كثير جدا وماشرين في حياتهم دي وقت فيه بشكل رائع يعني انا مصدق ده يا دكتورة وعشان كده احنا عملنا الحلقات دي وان شاء الله في بقية الحلقة عنقول احنا مسلكنا في هذا الكلام لكن ما اقدرش ما اشكرش حضرتك على هذه على هذه الافادة البراقة وجزاك الله خيرا والف شكر لحضرتك على هذه المعلومات المهمة جدا جدا في قضية اصبحت قضية ما ينفعش استقوط عنا شكر لحضرتك دكتورة حلان